كان فيه كلام كثير مهم في الغربال لقد جاوز الكذابون المدى مش الظالمون بس الكذابين الحقيقة يعني وصلوا اخرهم احنا عرضنا قبل كده لمظاهر وحالات كتيرة من الاندساس في السوشيال ميديا ضد الاهلي يحط شعار الاهلي ويكتب لك اهلاوي وبعد كده هاتي تكسير وتخبيط في الفريق وهو اصلا بيدار من المعسكر الاخر لكن ان يصل الامر ان يتم انشاء مواقع بعينها مواقع تتأسس وصفحات يتم تدشينها للضرب في الاهلي في هذا التوقيت ده التوقيت الحارق جدا اللي حذرنا منه كتير لما يصل الامر انك انت تدعي كمان كذبا على عضو مجلس الادارة ان يطلع موقع ينسب الى الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس ادارة النادي النهاردة انه غضبان وانه كمان يكتبوا له تويتر على لسانه يعني بصوا الكذبون جوازوا المدى ازاي يتكتب انه محمد الجرحي بيقول ليس هكذا تدار الامور في مؤسسة بحجم النادي الاهلي وفي مجلس ادارة التشرف بعضوياته ويضم زملاء اعزاء وكلهم قمات محترمة كلهم في موقعه ورئاسة الكابت محمود الخطيب يعني لما الراجل ينتقد ويتحط له صورة ويتكتب عليه هذا الكلام انه بينتقد سياسة المجلس ويتحط العنوان انه محمد الجرحي ومحمد الضماطي غاضبان بسبب تهميش دورهما في الاهلي موقع موقع معمول خصيصا عشان يبدأ يضرب في ده اضطر الاستاذ محمد الجرحي انه يبعت يكتب على حساب الشخص بتاعه انا متواجد الان داخل النادي الاهلي واوشارك في اجتماع مجلس الادارة برئاسة الكابت محمود الخطيب واوكد ان هذه الاشعاعات كاذبة ولا اساسة لها ده تسمي ايه اسميه متوقع اسميه هي لحظة يتكالب عليك الجميع اولئك الذين تربصون بك ويعني اسميه ايه ابرأ ان يكون هناك من ينتمي للآله فعلا في زمرة هؤلاء او يتعصر بهم اربق بهم اربق بهم ان احنا مش عايزين ان يستغلون الى هذا المستوى فيبتدوا يستخدمونه دون ان ندري ضد بعض ضد النادي الآله في تفريق الصف واحنا قولنا قبل كده من حقنا طبعا نعود ونتكلم ونوصل صوتنا لإدارة بكل الطرق لكن السباب والشتيمة والهدن المستمر ما تتصرفش بغضب اتصرف بزعل لكن مش بغضب ازعل اتدايق لانك وانت زعله اتدايق بتدور على الحل وانت غضبان بتدور على الانتقام والفرق بالاثنين كتير والفرق بالاثنين كتير فانت مش كل شيء على رأيك حانهار لكن استاذ ابراهيم ما هو ده وضع طبيعي لان الاعلام في مجمل واستطاعة في كسافة اعلامية بتوجه الرأي الكروي وخصوصا معسكرات الانتقام الشعبية الى انها في قناعات معينة افضل اكدف اقول ولح الاهلي والاسماعيلي قعداء علشان ما استضافش الاسماعيلي وتبقى كدبة ومهما رديت بعد كده بترد بالاسماعيليوية نفسه مفيش فايل وتكتشف ان لديك جمهور كبير في الاسماعيلي اي ممدرك الحقيقة انما اللي صوته واصل مين الكذاب الاعلام ما بيلعبش ليه في الاسماعيلي الاعلام ما بيلعبش عايزين نلعب في الاسماعيلي يلا ايدي على كاتف اكوا هات موافقة الامن من غير ما نخش في تفاصيل بس تجوا تلعبوا في القاهرة وتتفاتح الابواب للجمهورية بالضبط وريني بقى لان انت كمالة ولعبت عندك في ظل تحجيم متجيش تقولي تلات تلف 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 لان انت نسب الجمهورك الى نسب الجمهوري مهاش كده افتح الجماهير ولعب في اي حساعة ملعبك وساعة ملعبك بس هي كده اذا كان فيه عدالة بقى اذا كنت ما اللي حتيجي تحرمني من جماهيري والعب مش بس مع الاسماعيلي مع اي حد من اللي قالي ده انا مع النادي الفلاني انا يا جمهوري بقى زاج مهور وليه وبعدين تيجي تبص تلاقي الناس يقولك مش عارفين ناخد تذاكر وتبص على المدرج ما تليش الخمس ثلاثة ما دي لغز عاديين نحلل له النهارة صحيح لكن هو فيه حاجة في التركيبة الاعلامية الموجهة فيه طبعا لما انت أستاذ إبراهيم يجتمك اعلامي ويزور جوابات ويتواصل مع المنافسين في تونس عشان يحرد ضدك ويقلب الرأي العام ضدك ويتواصل مع المسؤولين في مجلس الشعب عشان يزيف خطاب مزور وتثبت الامور ويتقلب الاسم من هو فتكتشف بعد شوية ان الراجل ده بيستضاف ثم له برنامج مطاقة ده موقفه هيبقى عادل فرن طيب لما واحد يشتم رموزه جماهير النادي الاهلي لا بقى مش هتمش الجماهير مجلس إدارة النادي الاهلي بقى أقضع للألفاظ وموقفه الدائم معروف تفاجأ انه في قناة نادي منافس بيعمل برنامج ويقدم وكأنه معروفه المعايير فين؟ فين المعايير بتقول ده ينفع وده ما ينفعش؟ طيب أنا عديك مثل مقلوب لو حد من السوشيال ميديا أم فرق الإعداد المنتمي لنادي الاهلي عمل نفس الشيء سبه مجلس إدارة نادي زمالك بهذه الألفاظ تستطيع أو تتخيل أنه ممكن يعمل برنامج هنا مستحيل في قناة الأهلي مستحيل طب ليه مستحيل والمعايير بتاعك إيه؟ المعايير بتاعنا بقى أخلاقي حتى لو هو أعظم إعلامي لكن دي اللي طلع منه واللي الناس شفيته شيء طلق مش ممكن هترجعها في المصورة حتى لما يعتذر عنها اعتذر عنه من ينوب عنه وحتى لو اعتذر لازم أصحاب الشأن وف وأصحاب الشأن هنا مش العامري والمرتاجي واحترامي للناس كلها ولا عدل ولا خطيئ ولا حد أصحاب الشأن هو الكيان والكتلة الجماهيرية اللي وراه لأن دول احنا بالنسبة لهم نمثلهم شيء يحترم مش أنا عدل يعني المجلس الإدارة شيء يحترم وطول عمره محترم لأنه لم ينطق يوما لغوا هاتلي واحد في النادي اللي أنا شتم حد ويوم ما بيحصل بيتم الحساب في لعبة بتتشاطب عندنا عشان عملت موقف ولا لكن أنا عايز بس الدنيا لأن المسألة طب مش هنتكلم في المواضيع خلاص اتحلت محسوسة متشافة احنا يعني ميزان العدالة الإعلامية العدالة التحكمية العدالة في الاتحادات يا أستاذ أبراهيم تحدثت وتحدثنا هنا عما المخطط بتاع التحاد كرة الطائرة قبل ما تنتهي البطولات اتفتحت امتى وبعكس اللوايح وسمح بالتدعمات امتى لحد ما الدنيا لحد ما وقيلة مدر منطقة مصر ابتدت الناس تتكلم في الحاجات دي هو عشان فلان قبله فلان طب احنا هنالك الكلام ده مش بنقلفه اي وشورنا بالاسم اي ومن سنتين شوفنا ما فعله رئيس اتحاد كرة اليان عشان يوجه اللعيبة الدولية كلها ناشئين وكبار في النادي اللي هو بيشجعوا هو اللعب فيه اي على حساب والنادي بقى تمسك في النادي الآل انتم نايمين في العسل لا مش نايمين الموجة في ادارة اللعبة شديدة نحاول وموجودين ونقدر ننتزع بطولات رغم كل ده رغم ان احنا دائما الدعم يعني انا بكلم على الاهلي مش علي انا خلاص انا بقى لي اكتر شبه سنة اقل من سنة بقليل خلاص انا قلت ان اعتزلت وانا اعني هذا انا لا صلة لي باي شيء اداري ولا قرار في النادي الاهلي في اي اتجاه لا تسويق ولا تعقودات ولا حتى بال اذا سؤلت رأي وهو لم يحدث هقول رأي انا بقول رأي اهدى عشان الناس تسمع لكن مش بدافع عن نفسي خلاص انا دور انتهى تقييم بحلو وبوحش وانتهى بنادك الصح انما انا عايز اقول انا خايف ما يهمنيش بقى كل دول كل اللي بيحصل ده ما يهمنيش بس بشرط جمهورك واعضاءك يفضلوا كده مش عايزين نتبه لبعض وننشغل ببعض عما يحدث ويحاك للنادي الاهلي بس مش عايزين كده افضلوا مع بعض يا جماعة ما يجيش واحد عشان حقوق الانسان زي ما قلت لك قبل كده يدمر شعوب قال دفاعا عن حقوقي شوف يا اخي الحق الذي يرد به بطل احنا النهاردة اه حريت الكلام قول مين قالك انك ما تقولش ما احنا بنقعد نتكلم كلين لكن ما نوصلش الامر اني انزع الثقة اه اوارم الفوطة بدري وانزع الثقة من الناس اللي اسعدتني وثبت ادراكها ومسئوليتها سواء لعيبة او مدربين او ادارة عليا وتمسك بالاعلام وساندو اللي هو بيحاول يدافع ويوضح بس مش بطريقتك مش ضروري بطريقتك مش ضروري بطريقتك بالطريقة اللي تحافظ على النادي الاني وتكون مسئولة ايضا احنا احنا اعلام مسئول في وسط دائرة كبرى مش كل الناس بتراعي المسئولية فيها صحيح لكن هنعمل كده اشتركوا في القناة